السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة والمميزة جدا وهنعرف خلالها الفرق بين الأميجران أراس والبانادول مايجرين وين أفضل نوع فيهم لعلاج الصداع النصفي ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تفرج علينا هتنساش تدعمنا وتدوس لايك تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر جرس عشان تصارك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول هنبتدي أول حاجة بالأميجران أراس والأميجران بيحتوي على ثلاث مواد فعالة وهم أول حاجة دايبيرون أول ميتاميزول ودي بتنزل بتركيز 300 ميلي جرام ودي مادة مسكنة للألم وليها تأثير مضاد للتقلصات وخفض للحرارة تاني مادة وهي الإيرجوتامين ودي بتنزل بتركيز 1 ميلي جرام ودي مادة مستخرجة من نبات الأرجوت وبتخفف من الصداع النصفي عن طريق أنها بترتبط بمستقبلات السيراتونين الموجودة في الأوعات دموية داخل الدماغ وده بدوره هيؤدي إلى تديق في الأوعات الدموية وهيقلل من تدفق الدم في الشرائين الدماغية فهيخفف الصداع ثالث مادة معنا وهي الكافيين ودي بتنزل بتركيز 100 ميلي جرام ودي مادة قابضة للأوعات الدموية وبتعمل على تقليل تدفق الدم إلى المخ مما يساعد على تخفيف الصداع بالإضافة إلى أن أصفها مع مادة الأرجوتامين بيعز من تأثيرها في تخفيف نبات الصداع النصفي طيب إيه هي بقى دواعي استعمال أراس الأمجران؟ أو إيه هي استخدمتها؟ طبعا الاستخدام الأساسي لها هو التخفيف من ألام الصداع النصفي والدواة ده بيستخدم عشان يسيطر على أعراض موبات الصداع النصفي بالإضافة برضو إلى أنه بيستخدم للتخفيف من بعض أنواع الصداع التانية زي الصداع العنقودي أو الصداع اللي بيكون مصاحب لألام الدورة الشهرية أو الصداع الناتج عن ألام الأسنان طيب إيه هي بقى موانع استعمال أراس الأمجران؟ أو من الناس الممنوعة من استخدامه؟ أول حاجة ممنوعة في حالة التحسس المفرد تجاه أي مكون من مكونات الدواء كمان ممنوعة للناس اللي بتعاني من بعض أمراض الشرعين والأوايا الدموية وكمان ممنوعة في حالة الإصابة بمرض القلب التاجي أو وجود ارتفاع في ضغط الدم غير مستقر كمان ممنوعة في حالة وجود قسور في الكبد والكلة بالإضافة إلى أنه ممنوعة في الحمل والرضاعة وآخر حاجة أنه لا يستعمل الأطفال أهل من 12 سنة طيب كلام جميل لو افترتنا بقى أن الشخص أخذ الأمجران إيه هي بقى الأسار الجانبية اللي ممكن تحصله؟ أو إيه هي أضراره؟ أول حاجة ممكن يحصل له غسيان أو قيء كمان ممكن يسبب حالة من القلق وعدم القدرة على النوم وممكن يسبب تنميل في الأطراف وضعف في الأطراف السفلية وممكن يحصل حكة وتورم في حالة وجود حساسية من المادة الفعالة وخد بالك أن الأعراض دي ممكن يزعر منها عرض أو 2 ممكن ما تظهرش أصلا ننوح بقى لجرعة الأمجران أراس والجرعة اللي تادية بتكون أرس إلى أرسين بفم عند ظهور الأعراض بشرط أن الجرعة ما تزدش عن 6 أراس في اليوم أو 10 أراس خلال 7 أيام وخد بالك أن الدواء ده بيكون عند لزوم بس وما يستعملش بصورة يوميا والأمجران بيكون متوفر في السيطريات بسعر 43 جنيه ونص للعربة الوحدة نيجي بقى للنوع التاني وهو البنادول مايجرين والبنادول مايجرين بيحتوي على ثلاث مواد فعالة وهم البارستامول وده بينزل بتركيز 250 ميلي جرام وده بيشتغل كمسكن للألم وخافض للحرارة والمادة دي طبعا غنية عن التعريف تاني مادة وهي الأستايل سلسيلك أسد وده بتنزل بتركيز 250 ميلي جرام وده برضو بتشتغل كمسكن للألم وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب وده برضو نفس المادة الفعالة اللي بتكون في الأسبرين الريفو آخر مادة وهي الكافيين وده بتنزل بتركيز 65 ميلي جرام وده مادة قبضة الأواية الدموية وبتقلل من تضفك الدم للمخ وبتساعد على تخفيف الصداع طيب إيه هي بقى دواعي استعمال البنادول مايجرين أو إيه هي استخدماته أول حاجة بيستخدم كمسكن للألم عموما واللي من ضمنها الصداع النصفي والصداع العادي كمان بيستخدم للتخفيف من ألم والتهاب المفاصل وكمان بيخفف من تقلصات ما قبل الحيد وما بعده وبرضو بيستخدم للتخفيف من التهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد بالإضافة إلى أنه بيستخدم لعلاج وجه الأسنان وآخر حاجة أنه بيخفف من ألم العضلات طيب إيه هي بقى مواني استعمال البنادول مايجرين أو من الناس اللي ممنوع نديهم بنادول مايجرين أول حاجة ممنوع في حالة وجود حساسية من المواد الفعالة الموجودة في البنادول كمان يفضل عدم وصفه في حالة وجود مرض في الكبد أو الكلا إلا باستشعارة طبية وبرضو ممنوع وصفه للحوامل المرضاعة إلا بوصفة طبية وآخر حاجة أنه ممنوع استعمال البنادول مايجرين للأطفال أقل من 12 سنة طيب إيه هي بقى الأوصال الجانبية المحتملة اللي ممكن تحصل في حالة أجد البنادول مايجرين أو إيه هي أجراره أول حاجة ممكن يصل رد فعل تحسسي زي حمرار أو تعرم أو حك كمان ممكن يسبب ألم في المعدة أو الترابط فيها لو استخدم لفترات طويلة وآخر حاجة أنه ممكن يسبب طنين في الأزن أو تراجع في السم نروح بقى لجرعة البنادول مايجرين ولو افترضنا أنه هيستخدم من الصداع النصفي فجرعته هتكون أرسين عند اللزوم أما بقى لو هيستخدم كمساكن للألم والأوجاع هتكون جرعته أرسين كل 6 إلى 8 ساعات يوميا بشرط أن الجرعة ما تزيدش عن 8 أرس والبنادول مايجرين بيكون متوفر في الصدليات بسعر 30 جنيه للألبة الوحدة وخد بالك أنه بيكون لي بدايل بنفس المادة الفعالة زي الأكس درين والماركا ديل والأس بي كيور كومبي وبنهاية الحلقة دي لو حابب تعرف مين الأفضل فيهم للصداع النصفي فطبعا الأميجران هيكون أفضل من البنادول مايجرين أما بقى من حيث تسكين الألام الحد عموما فالبنادول هيكون أفضل في الحتة دي من الأميجران وبنهاية الحلقة دي نكون عرفنا أهم الفروقات اللي بينهم وأهم التفاصيل الخاصة بكل نوع ولو حابب تشارك في اختيار الحلقة الجديدة تقدر تكتب لنا تحت في التعليقات وإن شاء الله نقراهم كلهم وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا شير لها لأن ده بيسام في ناشي الحلقة الأكبر عدد من الناس في النهاية سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستحبرك وأتوب إليك والسلام عليكم